عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير ووحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة الوحدات التي تتم إقامتها للمستفيدين من محدود الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين واتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما تم طرحه في إطار المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ومواجهة ما تم من ارتفاع في أسعار سلع ومواد البناء وخاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات وذلك سعيا لتنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة في هذا الشأن